السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم على آناتنا لتعليم مع فيديو جديد في مادة الرياضيات للمستوى الثالث صفحة عشرين هذه الصفحة من كتاب نرجع في الرياضيات إذن هنا الدرس الرابع بعنوان الدرس في عدد مكون من رأم واحد في نطاء الأعداد من صفحة إلى تسعمائة وتسعة وتسعة إذن هنا سنتعرف على الأعداد التي تتكون من الوحدات والعشرات والمئات نبدأ من التمرين الأول اشترى تاجر تحفين أربعة أحصنة خشبية نحسب بطريقتين مختلفتين المبلغ الذي أدى إذن نلاحظ هنا أربعة تحف من أحصنة خشبية كل تحفة تمانوها مئة وخمسة وعشرون درهم علينا حساب مجموع المبلغ الذي أدى يعني نجمع هذه الأعداد بطريقة مختلفة إذن إما نكتب مئة وخمسة وعشرون زائد مئة وخمسة وعشرون زائد أيضا مئة وخمسة وعشرون زائد مئة وخمسة وعشرون هذه الكتابة الجمعية أو يمكن أن نكتبها كتابة ضربية نكتب العدد مئة وخمسة وعشرون نلاحظ أنه يتكرر أربع مرات إذن نضربه في أربعة ونحسب أربعة في خمسة عشرون نكتب صف ونحتفظ بإثنان أربعة في تمانية إثنان وإثنان للإحتفاظ عشرة نكتب أيضا صف ونحتفظ بإثنان أربعة في واحد أربعة وإثنان ستة يعني هنا نضرب العدد ونكتب الخارج إذن ثمان هو ستمائة درهم الطريق الأولى نجمع العدد عادي نجمع الوحدة خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة عشرون نكتب صف ونحتفظ بإثنان إثنان زائد إثنان أربعة زائد ستة زائد تمانية إثنان زائد إثنان عشرة نكتب صف ونحتفظ بواحد لدينا هنا أربعة زائد واحد زائد واحد إثنان زائد واحد ثلاثة زائد واحد أربعة والإحتفاظ خمسة إذن خمسمائة عفوا هنا خمسمائة وليس ستة مئة إذن المبلغ الذي أدى هو خمسمائة درهم إذن المبلغ الذي أده 500 درهم إذن هناك طريقتين إما الطريقة الجمعية أو طريقة ضربية يعني نضرب العدل ثم ننسأل إلى الحصة الثانية التمرين الأول إذن الحصة الثانية التمرين الأول تعطي عنزة عم حد 37 لتر من الحليب في الأسبوع إذا علمت أنه يبيع الحليب بسبعة دراهم للتر الواحد فما هو المبلغ الذي يحصل عليه عم حد أسبوعيا إذن هنا نلاحظ بأن عنزة عم حد تعطي 37 لتر إذن العنزة تعطي 37 لتر من الحليب في الأسبوع يعني في الأسبوع الواحد تعطينا 37 لتر إذا علمت أنه يبيع هذا الحليب بسبعة دراهم للتر الواحد أي هذا المبلغ نضربه في سبعة لأن كل لتر يبيعه بسبعة دراهم فالمبلغ الذي يحصل عليه إذن ما هي العملية المنجزة هنا؟ عملية الضرب إذن هنا العملية المنجزة عملية الضرب إذن نلون بطاقة المناسبة لحل المسألة دون إنجازها إذن فقط سنلون بطاقة الجواب الصحيح إذن هل الجمع أم الضرب أم الطح؟ الضرب إذن نلون بطاقة الضرب لأن العملية التي علينا إنجازها هي عملية الضرب دون أن نحل المسألة أي دون إنجاز المسألة التمرين الثاني أضع وأنجز إذن لدينا هنا عمليات الضرب علينا وضعها ثم إنجازها إذن هنا الوحدات العشرات المئات إذن نكتب خمسة في الوحدات واحد في العشرات وواحد في المئات ثم نكتب العدد سبعة من بعد وضع العملية بطاقة صحيحة ننجزها سبعة ضرب خمسة هو جدول ضرب للعدد سبعة هنا سبعة ضرب خمسة خمسة وتلاتون نكتب خمسة ونحصف بثلاتة سبعة ضرب واحد سبعة وتلاتة عشرة إذن نكتب صفر أيضا نحتفظ بواحد سبعة ضرب واحد سبعة والاحتفاظ تمانية هنا لدينا ستة وتمانون ضرب خمسة إذن ستة في الوحدات وتمانية في العشرة هنا ليس لدينا مئات نكتب هنا خمسة إذن ثم نضع العملية خمسة ضرب ستة تلاتون دائما نكتب الوحدات ونحتفظ بالعشرات أي ثلاثة خمسة ضرب تمانية أربعون وتلاتة تلاتة وأربعون لنكتب هنا تلاتة وأربعون دائما عند إنجاز العملية الضرب عندما يكون لدينا الجداء نكتب رأم الوحدات ونحتفظ برأم العشرة العملية الثالثة أربعمائة وتمانية عشر ضرب إثنان أيضا نكتب تمانية في الوحدات واحد في العشرات وأربعة في المئات ضرب إثنان نكتب هنا إثنان إذن إثنان ضرب تمانية ستة عشر إذن ستة عشر نكتب رأم الوحدات الذي هو ستة ونحتفظ بالعشرات الذي هو واحد إثنان في واحد إثنان وواحد الاحتفاظ تلاتة نكتب هنا تلاتة إثنان في أربعة إثنان في أربعة تمانية وواحد الاحتفاظ تسعة الخارج هو تسعمائة وستة وثلاثون ننطئن إلى التمرين تلاتة ألوين بطاعة الجداء الصحيح إذن هنا سنلوين بطاعة الجداء الصحيح نلاحظ لدينا تسعة في واحد كما قلنا أي عدد نضربه في واحد يبقى العدد نفسه لا يتغيب مثلا عشرون في واحد يعني أي عدد في واحد يبقى نفس العدد إذن تسعة في واحد تسعة إذن سنلوين بطاعة العدد تسعة أي عدد نضربه في واحد لا يتغير العدد أربعة عشر في سفر أي عدد أيضا نضربه في سفر يبقى يعطينا سفر مهما كان العدد كبيرا أو صغيرا نضربه في سفر يعطينا صفر إذن 14 في صفر ستعطينا صفر مثلاً 7 في صفر صفر 1000 في صفر صفر 20 في صفر صفر أي عدد نضربه في صفر يعطي صفر لا يتغير إذن سنحسب دون وضع العملية نلاحظ هنا 75 في عشر أي عدد صحيح نضربه في عشر نضيف إليه الصف مثلاً 75 في عشرة نكتب 75 ونضيف صفر مثال سأعطيكم مثال 20 ضرب 10 إذن لدينا هنا 20 نكتب 20 ثم نضيف صفر 46 ضرب 10 إذن نكتب 46 ثم نضيف صفر أي عدد نضربه في عشرة نكتب العدد كما هو نضيف الصفر 9 في 100 إذن هنا نضرب في 100 عندما نضرب في 100 نضيف صفرين يعني نكتب العدد كما هو لدينا هنا صفرين إذن نضيف صفرين مثلاً 7 ضرب 100 إذن نكتب العدد 7 ثم نضيف الصفرين لتصبح 700 ننتقل إلى أثبيت تعلماتي نلاحظ هنا نضع العملية عمودياً إذن هنا نضع العملية عمودياً وننجز بطريقة عادية 5 ضرب 4 تعطينا 20 هنا 20 إذن نكتب الصفر الذي لدينا في الوحدات ونحتفظ بـ 2 التي لدينا في العشرات 4 في 0 تعطينا 0 نضيف إليها 2 بالاحتفاظ فتعطينا 2 نكتب 2 4 في 1 تعطينا 4 ونكتب 4 إذن بهذه الطريقة ننجز عمليات الضرب هكذا نكون أدء أنهينا تمارين الصفحة 20 من كتاب المرجع في الرياضيات للمستوى الثالث